الحاجات اللي انت شايف فيها قصور وإيه الحاجات اللي انت شايف فيها إيجابيات وإيه خريطة الشغل عشان نوصل بمنتخبنا مع كابتن إيهاب للشكل اللي احنا عايزين يعني فيه ناس تقولك انه المنتخب كان مفتقد الروح احساس الانتماء للتيشرت احساس انك انت بتطلع وانت بتلعب مع المنتخب أحسن ما عندك وبيتهالي ده تغير بشكل كبير في بطولة أفريقيا الأخيرة فيه ناس بتقول انه إمكانيات اللعبة دي أو إمكانيات الجيل ده من ناحية الفنية والمهرية هي كده ما تطمعوش وما تفكروش انه المنتخب ممكن كورته تبقى أحسن من كده فيه ناس ثالثة تقولك لا احنا مشاكل الفروق في اللاقة البدنية بين اللعب المصري حتى المحترف منه باستثناء احط صلاح بس على جنب شوية فوارئ كبيرة جدا في النواحي البدنية واللياقة البدنية بيننا وبين المنتخبات على مستوى قارة أفريقيا فبالتالي ما تتوقعش انه وفيه ناس تقولك لا ناحية المعنوية انك انت بقى لك 12 سنة مش قادرت حقق انجاز واضح وصريح في الكرة قتلت أو يعني كسرت في الحالة المعنوية عند الجيل ده وبالتالي بقى محتاج يطلع من الأم أم شايف ايه المشكلة أو تشخيصك انت النواحي اللي فيها قصور وازاي كابتن إيهاب جلالي يشتغل عليها لا هو يمكن المرحلة اللي احنا فيها دلوقتي اللي إيهاب حيشتغل فيها دلوقتي مرحلة صعبة جدا وأهم مرحلة هي مفاز شغل يعني المرحلة من ساعة ما استلم المعسكر بقاله ثلاثة أيام مفهوم هنلعب مع غينيا وبعدين هنلاعب أثيوبيا وبعدين لعب كوريا الوقت ده التلات ماتشات دول من وجهة نظري هيبقوا أصعب مرحلة في مشوار إيهاب جلال مع منتخب مصر ليه لأن إيهاب كلما بيطلع بيقول أنا حابني على اللي فات تمام لأن ما فيش وقت انه هو يشتغل مظبوط أي مدرب عشان يشتغل مش هينفع يشتغل مع فرقة أو منتخب يجمعوا يومين ثلاثة وبعدين يلعب ماتش فهو مضطر أنه هو يبني على اللي فات هو مش ممكن ما يكونش باختياره هو اللي حاجب تقوله ده معناه أنه إيهاب جلال مش هشتغل لا ليه عشان الأوقات اللي بعد كده طبعا هو أنت من دلوقتي الغاتل كان أساسا ما عندك شوق بس حيكون لعب ماتشات هو الشغل اللي إما من خلال معسكرات يقدر أنه هو يشتغل فيها من خلال وحدات تدريبية أو من خلال اشتراك في المباراة يقدر يقيم فيه اللعيب أو يقدر يحط يعني يشيل ويحط ويبتدي يحط فكره يعني فهو مش عيب عنده الوقت المرحلة دي في منتهى الصعوبة وبالنسبة لإهاب يعني أنا أتمنى له طبعا كل الدعم وكل التوفيق وأتمنى أنه هو يخطي الثلاث ماتشات دول بشكل كويس لأنه هما ثلاث ماتشات ماتش النهاردة زي ما قلنا مع فرقة كويسة فرقة تقيلة في ملعبك فأنت مطالب أنك تكسب الماتشين التانيين أنت خارج بره ودي ورسمي خارج بره ومعكوري فالماتشات مش سهلة محتاجة أن يبقى فيه توظيف كويس للعيبة اختيار تشكيل كويس وهو ده اللي هيشتغل ويهاب يتحاسب على الفاتورة يعني ثلاث ماتشات دول هين كانت النتائجة أنا ما عاشر هو يعمل ايه أتمنى ليه التوفيق يعني ولكن هم ثلاث اختبارات صعبين يعني غينيا إلى حد ما أنا كنت شايف غينيا هي الوحيد المنتخب اللي ممكن يكون بلعب كرة في مجموعتنا انت شايف كمان معها ملاوت فغينيا على أرضك بس هي أول طلعة وما لحقتش يعني تلم الفرقة بدري وتحضر بدري بتبقى صعبة شوية خصوص الناس قاعدة هتبقى منتربصها تاني ماتش عندك رسمي بره ملعبك برضو إلى حد ما فيه صعوبة وتالت ماتش طبعا سول كوريا الجنوبية منتخب بالنسبة لنا احنا تقيل اي نعم شال خمسة من برازيل خمسة تقال بس معنا احنا هيبقى أكيد ليه شكل مختلف فيحسب على الخطورة بتاعت التلات ماتشات دول ولا مالوش فتال مالوش دعوة هو للأسف عشان هو مدرب وطني مصري حيحسب حيحسب لو مدرب أجنابي كان ممكن يقولك لسه وما اشتغلش وبتاعه والماتشات ورا بعض فهي ماتشات مهمة جدا وورا بعض وهو ما خدش فرصته في الشغل من هنا بتيجي الخطورة من هنا بيجي بقى الكلام والتركيز على دور اللعيبة وهو الملعب لأن دور اللعيبة أنا من وجهة نظري مثلا في ماتشي زي النهاردة هو أكبر أو أكتر من دور إهانة أتكلم على مدرب